مرحبا و اهلا و سهلا فيكم من جديدة القناتي على يوتيوب روز هال انا السودلانية السلام و اليوم رح نحكي عن معدن الميجنيزيوم اول شي شكرا كتير لكل الاقتراحات اللطيفة و لكل الكلام الاجابي تتركو لي بالقناة و شكرا كمان للاشخاص اللي عم بيتابع بشكل مستمر و بيطلع عندي على اليوتيوب من يسموهم المشاهدون الفريدون يعني اكتر احدا من اول القناة لحد هلأ ماشي معنا و بنفس الرد بهذا الفيديو رح نحكي عن اهمية الميجنيزيوم طبعا من ضمن الاقتراحات اللي انت اقترحتوها علي لي هي المنكملات الغذائية و عندما رح نحكي عن المنكملات الغذائية بشكل عام لازم نتطرق بالحكي عن المعادن بجزء و عن الفيتامينات بجزء اخر حكينا عن القناة عن الفرق بين زيت كبد الحوت و زيت السمك في اهمية الأوميغا 3 و حكينا عن الفيتامين دال و حكينا عن معدن الحديد هلا رح نحكي عن معدن ميجنيزيوم لانه له اهمية كتير كبيرة بحياتنا و له ارتباط مباشر ببعض الامراض اللي نحنا عم نعيشها بهذا العصر و بشكل يومي فاللي حابب يتعرف و يسمعهم اكتر يتابعنا للاخر من اكتر الامراض الشائعة حاليا هو الامساك المزمن و لما نحكي عن امساك المزمن اول شي بيخطر عبادنا المريض ما بيشرب مي المريض حركته قليلة و النظام الصحي غير مزبوط و لما نحكي نفكر بشكل اعمق من هيك ممكن يكون في عنده نقص في الميجنيزيوم انا اول ما سمعت هالي المعلومة كتير اتفاجأت انه يا دخل شو دخل علاقة شو علاقة الميجنيزيوم مع الامساك المزمن العلاقة بتيجي من علاقة الميجنيزيوم بشكل مباشر مع العضلات لما بتقوله ميجنيزيوم دامن يجي على بالكم الميجنيزيوم بيخلي العضلة هيك تريلاكس و استرخاء على اخر جو عدم وجودها بيعمل استرس و بيعمل كونشاكشن لهاي العضلة فلما بيكون في عنده نقص بالميجنيزيوم بتكون عضلات الامعاء كلها في حالة انقباض وحالة انقباض هاي بتخلي صعوبة بالأكل ان يمر خلال فترة حركة الامعاء مو بس هيك الميجنيزيوم بيزاعد على امتصاص المي تجاه الامعاء فبالتالي بيكون اللستول او براز الانسان بحالة لكود اكتر يعني بيكون امعاء اطرية باللهجة العامية اما لما بيكون في عندي نقص ميجنيزيوم يعني ما في مي فبتكون الامعاء كتير ناشفة والبراز كتير ناشفة بالتالي بيصير صعوبة بالاخراج فلما يجي مريض لعلك على الصيدلية ودائما بيحكي لك انه في عندي امساك مزمن ما تنسى تصرف له مع اللاكزيتف والملينات ميجنيزيوم اثنين الاشخاص اللي عندهم ارهاق عام وتعب عام وصعوبة في النوم هاي تحتها خط يعني عندهم انكزيتي عندهم ارق هدول الاشخاص لازم نصرف لهم ميجنيزيوم الميجنيزيوم يعمل مثل ما حكينا في كامل انحاجهم وإلو تأثيرات كثير ايجابية على تصحيح النوم وتصحيح كواليتي النوم ثلاث هلا لما جينا حكينا عن العضلات وحكينا عن علاقة الميجنيزيوم انه وجود الميجنيزيوم بيخل العضل بس احكي لك ريلاكسيشن بالعضلة مخك فورا يروح على مرضى الازمة اغلب مرضى الازمة بيكون عندهم بروكو كونستركشن يعني تضيق في القصبات لانه هاي القصبة مش انتم تخيلها القصبة جواتها في طبقة رقيقة من العضلة هاي العضلة بتكون في حالة انقباض مستمر هذا الانقباض بيضيق هاي التنفس فبالتالي لما انا بدي المريض منطقي يعني يكون عنده ريلاكسيشن بالسموث مصل نصرف له او منشجعه على اغذية تحتوي على الميجنيزيوم فبالتالي الاشخاص اللي في عندهم ازمة عندهم مشاكل تحسسية مستمرة دايما يفحصوا الميجنيزيوم ويتأكدوا الميجنيزيوم عنده بالكوريكت لاين اربعة هاي جدا مهمة لانه اغلب الاشخاص اللي بيلعبوا بالنادي دايما بيشكوا منها العضلات حكينا انه تعمل كونتراكشن عدم وجود الميجنيزيوم يعني كونتراكشن الاشخاص اللي بيلعبوا بالنادي عندهم خاصية سيئة زيادة لما بيحرقوا بيلعبوا بالنادي في عضلاتهم تفرض اشي اسمه لاكتك اسيد واللاكتك اسيد هاي كمان بيزيد من كونتراكشن العضلة بشكل اكتر واسوأ لهيك الاشخاص اللي بيلعبوا بالنادي ينصح لهم انهم يزيدوا اغذيتهم اللي بتحتوي على الميجنيزيوم وكمان يزيدوا من اذا صحي فحصوا ياخدوا مكملات غذائية بتحتوي على الميجنيزيوم وعلى سيرة الميجنيزيوم واللاكتك اسيد ترى الميجنيزيوم مش نوع واحد الموجود في استضالي في عندي ميجنيزيوم اوكسايت في عندي ميجنيزيوم لاكتات في عندي ميجنيزيوم سيتريت في كتير صورت كتير انواع املاح للميجنيزيوم لاح ما رح اذكرها بهذا الفيديو انواع الماجنيزيوم حيتكون عنوان الفيديو الجاي رح اشرح لكم بالضبط كل حالة وشو مناطق لها مثال الامساك يصرف له خاصة اللي هو ماجنيزيوم اوكسايد اللي هو تأثير كثير ايجابي للاشخاص اللي عندهم يعني مش منطقي نعطي ماجنيزيوم لاكتيت للاشخاص اللي عندهم امساك اوكي ماجنيزيوم لاكتيت مناطق اشخاص اللي عندهم تشنج في العضلات بسبب النادي لانه دائما في عندهم لاكتيك أسد فخلي هاد يكون عنوان الفيديو الجاي وخلي ببالكم انتو ما تنسوا عشان انا ما انسا الاشخاص اللي عندهم التهاب بشكل مستمر يعني الانفلميشن شو يخترع بالي دائما انا الم اه سخونة بالجسم او بالمفاصل التهاب المفاصل ارثريتس الاستورايتس اللي هو التهاب كمان بسبب الاعظم وغيره الالتهاب هاد دائما بشكل عام الانفلميشن بشكل عام كثير بيحسن الماجنيزيوم كثير بيخفف من هاي الانفلميشن للتالي الاشخاص اللي عندهم اعراض في الالتهابات بشكل عام ينصح ان يصرف عندهم الماجنيزيوم اذا كان في عندهم نقص بجسمهم مو بس هيك الاشخاص اللي عندهم نوع ثاني من السكري ينصح دائما انهم ياخدوا مكملات غدائية بتحتوي على الماجنيزيوم طبعا الماجنيزيوم بيحسن من السنستيفيتي اف انسولين يعني الانسولين عندهم بصير يشتغل احسن فبالتالي بتصير قراءات السكر مانتظمة اكثر فالاشخاص اللي عندهم سكري يفحص لازم يفحصوا بشكل مستمر نسبة الماجنيزيوم بالجسم وعلى سيرة نسبة الماجنيزيوم هو قدية الجرعة اليومية اللازمة انه نحن ناخدها من الاكل في الحالة الطبيعية هلا حسب ان اقضمت الصحة العليو تقولك يفضل ياخد الجسم بين 300 و 360 ميلي جرام من الماجنيزيوم طبعا الاصل انه يتم اخذ هاي الجرعة كاملة من واي من الاكل الاكل اللي بيحتوي على الماجنيزيوم كثير موجودة ونحكي ان شاء الله بيبدو جاي عن اهم الاطعمة اللي بتحتوي على الماجنيزيوم طيب انا نظام الصحي فاشر وما بعرف قديش انا باخد ماجنيزيوم وما بعرف اذا في عندي نقصه وللاشا بنتنصحيني طبعا بننصحك اول شي تفحص الماجنيزيوم فاحص الماجنيزيوم بيتم بمختبرات عن طريق اخذ عين الدم وبيشوفو لك النسبة طبعا اذا صار في عندي نقص معناته هون الحمدلله عرفنا انه بسبب الالام والمرأة المرادة موجودة عندي بسبب نقص الفيتامين سوري بمعدن الماجنيزيوم وهون بها الحالى نبدأي نأخذ نعضل ماجنيزيوم لكن حكيت باول فيديو ان شاء الله فيديو القادم برح نحكي عن انواع الماجنيزيوم انه الماجنيزيوم الفلانى لهيك حاله وهذا الماجنيزيوم لهيك حاله بهذا الفيديو هولت اشرح لكم اهمية الماجنيزيوم في الجسم عن الأشياء انه يبدأ لأ displaced من ارجاع الماجنيزيوم وهذا يده ممكن ان تصبح عندي لو نقص الماجنيزيوم وعن اهمية الماجنيزيوم بشكل عام للجسم الجسم. اخر معلومة مهمة في الهمية المجنيزيوم اشخاص اللي عندهم اكتئاب ننصح انهم نعطيهم مجنيزيوم لانه له خاصية زي ما حكينا باول الفيديو عن الريلاكسيشن عاون الاسترخاء بشكل عام لذلك الاشخاص اللي بيكون في عندهم اكتئاب بننصح انه ياخدوا مجنيزيوم بشكل الفترات يعني او يكون نظامهم الغذائي بيحتوي على النسب منيحة وعالية من المجنيزيوم. ان شاء الله ما تكون خربطوا كتير المعلومات اللي حكيتها بهذا الفيديو حاولت بهذا الفيديو احكيك محام اهمية الميجنيزيوم بحياسنا وشو هي الاعراض ممكن تصير في عندي في حالة نقص الميجنيزيوم. الفيديو قادم رح نشرح عن انواع الميجنيزيوم الموجودة في السوق ايم Можно سيتريد جماعت جماعته في السوق OGC وكل مايجنيزيوم نصرف في الوا έχة وكمان رح الاشتراع عن اهمية الاطعمة او ما هي الاطعمة اللتي تحتوي على الميجنيزيوم بكميات كبيرة. راح هذول عنوان فيديونا القادم اما بالنسبة لاقتراحاتكم فاكتروا لي بالتعليقات عن معدن الجديد او فيتامينا الجديد حابين اني احكي لكم عنهم طبعا ما تنسوا كلاشر كل مرة تعملوا اشتراك بالقناة وتبعدوا هذا الفيديو من الاشخاص المهتمين بشوفكم بالفيديو الجاي مع السلامة